السلام عليكم أريسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا سجل لي أندرو تروسار ومارتو ناوديا غورد هدفا لكل منهما لويقود أريسنال للفوز 2-0 على مضيفه والفرهام بتون وأندرارز ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت وارتفع رصيد أريسنال إلى 74 نقطة بفارق نقطة واحدة ماما منشستر سيتايثان الترطيب الذي تتبقى له مباراة مؤجلة بعد الفوز 1-0 على تشلسي بقبل نهائيه كأس للاتحاد الإنجليزي ويحتل ليفربوا للمركز الثالث برصيد 71 ولعب مباراة أقل من أريسنال وافتتحت روسار التسجيل قبل نهاية شوت أول متواضع عندما وضع سانتياغ باوينو مدفع والفرهام بتون الكرة في طريقه في محاولة لقطع الكرة من غابريل جويسوس ووضعها اللاعب البلجيكي في الشباك باتسديدة قوية بيوناء وتحسن أداء أريسنال الذي ودع دوري أطال أوروبا من دور الثمانية على يد بايرنا ميوانيخ في الشعوط الثاني وضاعف تقدمه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله ودياغارد من زاوية ضيقة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم